اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهي ايضا عضو في مؤسسات وهيئات ثلاثة منها هيئة ايكوموس التي تعتبر منظمة غير حكومية عالمية استشارية لمنظمة امم التحايدات وهي ايضا عضو في هيئة المهندسة المعمرية الجزائريين وحاس مؤخرا على وسام العالم الجزائري لسنة 2022 من غير طالب مقادمة خفيفة معطاها ونبدأ للضيفة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله بسمعينا الكرام وسمعاتنا الكريمات اليوم عندنا ضيفة شرفتنا كثيرا بحضورها نشكرها جزيل الشكر غني عن التعريف حازت مؤخرا على وسام العالم الجزائري فتعريف بها نظن باللي راح نعاود ونكون مقصر فيما يجب فانا نصحكم انكم ترحوا تشوفوا مقاراتون عجبني بزاف كنت حاضر في وسام العالم الجزائري وعسبني لما ألقته لانه اجاب على اسئلة وكنت شاركتها هذا الامر لما التقيت بها اجابتها بعض الاسئلة اللي كانوا عندي من ناحية التوجه الخاصة للباحثين واليوم شاء الله راح نحكوا معها على الحضارة والعمران والمدن ونحكوا ايضا على المدن القديمة المدن الجديدة كيفاش الانسان اليوم يخمم في مدينة الجديدة ورح يرجع اولا واخنا لما كان من قبل موضع شيقة جدا من نسبة لي متشوق كثيرا لهذا الموضع لانه قبل كنت نقرع لها واحد اليوم عندي خبيرة جوابني فرح نطح الاسئلة على هو شي ولمني وان شاء الله بحاول الله راح تكون قصرة شيقة استاذا شكرا جزيلا على اجابة الدعوة شرفتنا بحضورك اعطيك الكلمة الاولى وبعدين مشوف الحوار ان شاء الله تفضلي ضيفا خفيفا عليكما وعلى متابعيكما شكرا جزيلا استاذا شرف لينا ساذا هل ممكن تحكينا كيفاش بدأت قصتك مع العمارة نعرف انك مهندسة معمارية كيفاش حتى نبشيتي في هذا التخصص دايما نحن ضيوفنا نحاول اننا نفهم كيفاش بدأوا هذي كلها شعلت على التخصص تاحهم اختيارا عشوائيا كنت اول اننا كنت باتلام كنت تركيزي كامل على الماتل وفيزيك في الثانوية وكنت ايضا نحب اللغات ونحب التاريخ ونحب كنت شوية هكذا عامة لكن التركيز الاكبر على الرياضيات والفيزياء والكيميا كنت من القلائل في 88 من الاخذاء والباكالوريا كانت صعبة في وقتي فتخرج من الثانويات المعيز لدين الله الفاطمين المعدل المتاعي وقتها ما كان شكل اختيار الاجباري يعني يعطيك حرية كنت قادرة بالعلامات المتاعي اللي اخذتها في الباكالوريا وفي الثانة اخر سنة من الثانوية تسمح لي ندخل يا اما علوم يعني المواد العلمية والمواد اللي نتركز على الرياضيات والهندسة فالكحد سواه يعني فكانت اختيار مفتوح جدا طبعا الاهل تدخلوا الوالد الله يرحمه كان حبني ندخل طمت كان حب بنت تكون ضبيبة وايضا خالي اللي يرحمه كان من المحامات فقلي دورها محامات كنت قادرة نعملها حتى وإذا ما كنت تتغيخ كنا قادرين يعني دخلوا لهذه المجالات وطبعا جيت للأسف في وقت المراهقة ووقت الإنسان يحب يثبت نفسه وطريقة طريقة ما أنا كنت وقتها يعني كنو شوية هكذا يحترموا رائي يعني كنت متفوقة وكل شي قلت لهم لا هذا ولا ذاك عشان واحد ما يزعل مني فطررت إني أخذ أرشيتكتور لأنها ما كنت نعرف حتى واحد في الأرشيتكتور في العائلة وقتها بعدين اكتشفت أنه عنا واحد في العالم بعيدة العام الأرشيتكتور في الام اي تي وقتها كان يدرسون الام اي تي أنا مكنت نعرف فاخترت أرشيتكتور لأنها ما كانش موجودة في العائلة واخترتها بطار كيريوزيتي يعني هكذا على فضولا ولما دخلت أول سنة كانت سنة جهاد حقيقة جهاد عظيم لأنه تخرج من المنظم من عالم الرياضيات والتجريدية كل شيء يصير في المخك بعد تجبر على أنه تفكر يعني تخلق شيء أو تصمم شيء وتحطه وترسمه أنا عمري ما رسمت طبعا علمونا الرسم وكل شيء كنت دائما من الفيلق المتأخر في التعلم في الرسم وفي فعساس أنه طبعا كل واحد عنده هكا الموتيفاسون ودايما يعمل حاجة بإتقان وينجحه كل من الأوائل فكانت السنة الأولى والثانية كانت سنوات سهر وعدم نوم لغاية ما يعني نجبر هكا الفرق بيني وبين زملائي اللي العديد منهم جاءوا من الوقتها كانت بداية المتخرجين من الثانويات التقنية المحضلة فكانوا حاضرين ويعرفوا دسان تكنيك ويعرفوا الاسقاطات العمودية وانا هذا ما عندي فيها وانا ما عرفتها حاجة الوحيدة اللي كنت يعني مبدعة فيها هي الجيومتري ديسكريبتيف كانوا وما أنهم مشاكل فيها أنا لا جابير كنت قادرة أن أتخيل فريدي وهكذا الأشياء بعد سنتين وقتها التقت مش عن الهندسة الممارية وتحمست فيه وبدأت أأمل وأصبوا إلى الإبداع في هذا الميدان أيوة بعد سنتين هذو عنيش وليت نحب لارشتكتور خطر لأنا نحبها كثير يبدو يدرسونها خارج بعد ما كملت الدراسة في المدرسة واصلت دراستك في الخارج صح؟ وكتشفنا في هذه الزيارات مناطق عدة وعمارات مختلفة فكان عالم رائع جدا يعني اكتشفته أوله أصطيف أوله مدينتي لأنه ما كنتش يعني كنت زي الممارسين الأصطيف أنه تمشي عين فوارة والزركات لكن كنت نبطي يعطي بخيزيلي ما هذك متاع كيف ناش التارى وتتفاعل مع الفضات وليتخزر للكولون والأولى الأستين الأرشتكتور والمختلفين والحقابات التاريخية في المدينة فكل نحاول أن نقرأ الحقابات المختلفة والأنماط المعمارية المختلفة النمط الإسلامي والنمط العثماني والنمط ما يقال عنه الاستعمار الحديث وعننا أيضا أنماط بتاع لاغنوفو يعني من أجمل الأنماط الأوروبية جيت مع الاستعمار عنا خصوص المدن السحلية وشوية المدن الداخلية مش بعيدة عن السحل اللي تمركز فيها كثير الفرنسيون المستوطنون بناهوا كثير في لاغنوفو عمارة لاغنوفو مشهورة وقليلة يعني قليلة حتى في أوروبا فهذا النماذج كانت تستقطبني كثيرا في الصيف وبعدها لما نسافر مع المدرسين مثل عنا اكتشفنا عمارة القبائل مثلا عمارة القرى القرى الجبال في القبائل فكان هذا أيضا يعني اكتشاف رائع جدا نحن كسكان مدينة الصيف نعرف القبائل كثير لأنه في الصيف رحل صيف عندهم لأنه مش بعيد على البحر مش بعيد لنا فكنا نعرف جاية ونعرف وقاص ومتيشين جيجل وهذا الأماكن هذه لكن ما كنا نعرف القرية القبائلية وقد ديش فيها تراكم من الثقافة ثقافة المكان وثقافة السكن وثقافة البناء التقليدي أو الفيرناكولار البناء ليبني الإنسان لحشته الخاصة واكتشفت أنه مثلا بفيناج كابيل أو القرية القبائلية اهتم عليها بيار بوجير واحد من أكبر علماء الاجتماع في فرنسا اهتم بهذه القرية وخصوصا بالمدينة القبائلية وبالاسامبوليك امتحها مثاليتها كيف كل عمصر من هذا ابتداء من موقعها وتوجهها للشرق موقع الباب موقع النوافذ موقع العمود يرفع السق مكان غرفة النوم مكان وجود الحيوانات تحت غرفة النوم كل هذا عنده أبعاد وظيفية طبعا ولكن أيضا عنده أبعاد مفالية وهذا اكتشفت بالواقع لما رحنا نظرنا وقتها قرية جبلة واكتشفت بالقراءة على هذا الموضوع كيانبورجيور وبعدها عادنا فروحنا لمزاة وكان هذا أيضا تأكيد لهويتي كمتخصصة في التراث لما اكتشفت عمارة البزاب هو حضارة وادي مزاة بمدنها السبعة كيف ناش المدينة تتكون كيف ناش تتطور كيف ناش المجتمع هو ذات نفسه يقوم على تنظيم المدينة وتنظيم الممارسات الاجتماعية فيها على دورة سنة كاملة كيف ناش شكل التعاون بين القبائل المختلفة والعائلات المختلفة والقوانين هذا اللي وصلني إلى رسالة الدكتوران خلينا أستاذا نبدأ وأنا دايما لما اهتميت بالعمارة أو بالمدينة خلينا كيف تنشأ مدينة كيفاش حتى لو نبدأ بالتاريخ كيفاش حتى نرجعنا ندروا مدن قبل كان كل واحد لو نشوفه مثلا في القرى كل واحد يحكم جيهوي بعيدا لا واحد وبعدا لا واحد وبعد فجأة عدنا مدينة ما تسمى بمدينة فكيف تنشأ المدينة ومثلا ننتقل من ريف أو قرية صغيرة إلى تعريف مدينة بتعريفها العلمي بعدها نعرج على المدن في المغرب العربي لأنه كيفاش حتى نشئت هذه المدن المغرب العربي لأنه قبل كان كل واحد عايش في الجبل وعنده قطعة أرضه وعايش يعني على الطريقة الفلاحية نعم طوال يجب له كتب ممكن من واحد يجاوب على سواء يعني واسعة فقط نقول لك لحد الآن لا يوجد تعريف مواحد للمدينة هذا حجم لها لحد الآن تخليني فرحاً حجم لها طبعاً تخليك تبعاً طبعاً لحد الآن اختلف العلماء واختلف ديريسون في تعريف حتى مثلاً هيئة مثل هيئة يونسكو اللي أنا أشتغل معاها بصفة مباشرة وغير مباشرة ليس لديها لحد الآن تعريف السيتلمنت أو المدينة تعريفها لحد الآن هو مجموعة متجاورة من البنايات هذا تعريف يونسكو هناك أيضاً تعريفات اجتماعية تعريفات وظيفية قانونية اقتصادية للمدينة فعشان ما نتشعبش كثير بالنسبة لي لي أنا نعطيك تعريف المدينة حسب ما أنا تعرفت شو عليها وكيف أمارسها وكيف أدرس المدينة المدينة أولاً هي مجتمع هي بيتاج مجتمع نحكي عن المدينة القديمة لا أتحدث عن المدينة اللي هي ما بعد الحداثة مدينة الحداثة وما بعد الحداثة هذو مش داخلين في التعريف نحكي مثلاً لغاية الثورة الصناعية قبل الثورة الصناعية كانت المدن تتكون لدروس مختلفة مثلاً المدينة تتكون لأنه هناك قوافل تمر طبعاً لازم يكون عندها مورد المعيشة وهو قرب الماء يعني هذا يعني وجود الماء من المقاومات الأساسية لتطور الحياة تطور المدينة لكن عادة هناك مدن تتطور على طرق القوافل لأنه تصبح مدينة ميركنطايل يعني مدينة اقتصادية فيها تبادل السلاع هذه أستاذة تشوف فيها الخاصة كيفية في منطقة البطرة كيفية كانت معناها كيفية مخدومة نعم يعني في وسط الجبال لأنه هذه كنت نشوفها هنا في البطرة عادةً هي يسمو الخزنة يعني بانكة تاح ومبكري فلما تشوف الضيالك منحوتين في الجبال كيفية نقولوا قاعدتها قاعدت قاعد وساكت نشوف قاعدت نتخيل في الناس كوش ابناوها ديجا باش تطلع تطلع معنا وحد الكلب باديشنا تجتموتنا الواحد الحمدول لهم زالوا شبابها بس عائدة كنت قلت من الناس هذو اللي بناوها للحجر اللي كانوا فيش يهبطوا فيهم وفيش يدوا كفهداروا يعني معجزة مدينة كاملة منحوتها في الحجر وبعد تشوف فيش الطريق قاعدت نتخيل في القوافل كاشي عقبوا يعني تعطيه سيكيوريتي خاصة في ناحية وسط الجبال بتشوف شاش من بعيد يعني حتى ندخل باش تبادلك ويكن كما قلت سيتماناك فاش منطقات على القوافل يجو يحبسو يحطوك الشوم يدو التجار حتى كتباعات تلقى بعض الدين المال صغيرة محفورة في عدد الجبال باش الناس قسر الأعراب من بعدي يحطوه للي نقولوا واحد ينح الصوف وبعد يخليها الواحد بسحة ميت لقاوش فيخليلوا خليتكو الباصف لني الصوف روح اديو حط لي العسل نعم بضبط بضبط يعني مثالك مثالا جيد على مدينة مرور القوافل وبعدين ممكن نرجع الاخريتكتور هاد ممكن نرجع لها بعدين هناك مدن ايضا تتطور لانه مكان استراتيجي للعسكر الكارغيزون المكان بتاع العسكر يتمركز وهذه عادة المدن الرومانية هكذا تبدأ عند توسع الابراطورية الرومانية ولا حتى قبلها براطورية كارتاج وإلا هذه الحضارات التي قبل الإسلام والتي توسعت على حدود غير حدودها الأصلية تكون عادة مكان يتمركز فيه العسكر وبعدها لما يستثب الأمان ويعني يفرض الأمان على السكان الأصليين يأتي السكان من خارج هكذا المكان وتتطور المدينة نفس الطريقة التي تطورت بها يعني نفس الفلسفة هذه أو نفس المدرية هذه تطورت بها مدن إسلامية أيضا لما توسع الإسلام خارج الجزيرة العربية بعض المدن مثل مدينة القاهرة كانت مكان محط للعسكر أو محط للجنود فهذه أيضا نوعية أخرى من المدن وهناك نوعية من المدن التي هي لا هذه ولا ذاك أصلها كان زراعي وهذه هي المدن التي أنا حقيقة يعني أهتم بها كثيرا هي مدن تكون أولا مكان يجتمع فيه هنا أوناز عائلات يطور فيها زراعتهم وتكون في الأصل مبانيهم أو بيوتهم من القش أو من أشياء يعني خفيفة ولما يستثب الأمان ويعرفوا أنه المنطقة أمان ومنطقة ممكن فيها استدامة يتحول البناء الخفيف إلى بناء من الحجر أو من الطين وتتراكم عائلات أخرى تأتيني وتتكاثر لعائلات الموجودة إلى أن تصبح مدينة بحد ذاتها طبعا بسبب ممكن تقارب الناس وتقارب المجتمعات من بعض البعض عبر تاريخنا الطويل القصير أصبحت أيضا ضرورة أن البناية أنها تحمى لأنه أصبح الناس يغارون على بعض البعض فتطورت أيضا فكرة الصور وفكرة الخندق وهذه الوسائل الدفاعية وأصبح عادة ما يحدد مساحة المدينة هو الصور المحيط بها وعادة تتوسع المدينة مثل هذه مثل ما قلت أنت تفضلت تكون عضوية عند حاجة الناس تتوسع المدينة إلى أن تصل إلى مسافة معينة يقف هيك التوسع ويذهب الناس إلى بناء أو تطوير مدينة أخرى صح هكذا كان الأمر قبل الثورة الصناعية لما جاءت الثورة الصناعية وأصبح إنتاج أعلى وأسرع ابتدت المدينة تأخذ منحة آخر منحة اقتصادي آخر مركز على الصناعة أكثر وبعد الثورة الصناعية جاءت التطورات الهندسية المحرك وما إلى ذلك إلى أن وصلنا إلى عصر السيارة لما جاءت السيارة فرط عقد المدينة القديمة وأصبحنا لعيش مدينة السيارات وبعد مدينة السيارات مدينة السيارات قال عليها أحد الرؤوساء والله نشيت أحد الرؤوساء الأوروبيون قال أحد الرؤوساء فرنسا قال نحن مدننا يجب أن تكون مهيئة للسيارة وكأن السيارة هي اللي راح تستطيع الوسيلة الأساسية إذن لاحظوها في أمريكا وحتى كان بعض الثلاثة في السعودية في الرياضلة تحسها باللي ما يشمل بنيا الواحد يضرب الكارع كما نقول يمشي على رجليه هي مدن الخليج كلها المدن الحديثة لا نحكي عن مدن القديمة لأن في الخليج هناك مدن قديمة مدن الخليج الحالية كلها طورة طب الأصل للمدينة الأمريكية اللي هي يعني تخيل أو إعادة تخيل المدينة الرومانية لكن بالسلم أو متاع السيارة المدينة الرومانية يعني تعريف بسيط لها يعني كتنظيم الجغرافي متاحها أو تنظيم الهندسي متاحها هي على تبنى على محورين متعامدين بكاردول ديكمانيج وكل الشوارع تكون متوازية ومتقاطعة تسعين درجة فهذه هي المدينة الرومانية هذه المدينة الرومانية يعني كان كل المدن الرومانية تقريباً كانت هكذا نعم نعم مثلاً في منطقتنا في السطيف لما تروح لجميلة ولا تروح لتيمقاد ولا شرشان تشوف في جميلة أكثر شيء في جميلة وتيمقاد أكثر شيء حتى جوجل أرث لما تزورها في جوجل أرث ستشوف هكا التعامدات هذيكا ولو إنه جميلة يعني مش متعامد لكن تشوف هكا التعامد هذيكا لكاردول ديكمانيج وليسانتخ هذيكا هو الفوروم اللي هو وسط المدينة وفيه التامبل فيه المعابد وفيه مكان اجتماع العائلات التي تقود المدينة الفوروم وين يأخذوا القرارات والبيوت تمشي على الموازيات والمقاطعات وفي آخر المدينة عندك البوابات عادة تكون أربعة شمال جنوب شرق غرب وكل بوابة تربط بالشارع أو مصار القافلة إلى المدن الأخرى فهذه هي المدينة الرومانية أمريكا لما تدوا يطوروا في مدنهم لما احتلوا الأوروبيون هذا المكان الواسع اللي كان عنده كان عنده ثقافته كان عنده حضاراته كان عنده مدنه الأصلية اللي هم الأصليين سواء في الشمال أو في أمريكا اللاتينية لكن لما انتقلوا الأوروبيون إلى هذه المنطقة الواسعة حاولوا أنهم يطبقوا الموروث أبواني لأنهم هم أوروبيون حاولوا يطبقوا الموروث أبواني على مدنهم ابتدت هكا التعامدات ومع وجود السيارة أصبح المدن توسعت بصفة يعني خارقة للعادة لكي تستوعب أكبر عدد الممكن من الناس وأيضا لكي يكون السيارة سوق يعني تكون السيارة هي الملكة بشيء مدينة وهذا ما نراه يعني إلى يومنا هذا للأسف لما صارت طفرة البترول في الخليج وأبتدت القبائل الخليجيات تجتمع في اللواتات الصغيرة بتاع المدن متاحة الأصلية الصغيرة اللي كانت يا إما قرية صيادين صيادين لؤلؤوا صيادين سمك قرية اللي يسافروا هذوكم رحالة البحار وما إلى ذلك فبتدوا والباقي بدوا كانوا بدوا في الصحراء فهيكا البدوا عشان يستقروا وبتدت الدول تبني لهم هذا الودن كصورة طبق الأصل من الودن الأمريكية المدن البترولية الأمريكية لأن أمريكا أيضا كانت عندها طفرة بترولية فهذا علش يعني عدد من السعودية تشبه شوية المدن لازلية سوما إلى ذلك كان عندي سؤال أستاذة كيف تؤثر المدينة في ثقافة الفرد أو ثقافة المجتمع والعكس من ذلك كيف يؤثر الفرد في تصميم المدينة حكيتين على الثقافة الرومانية أو المدينة الرومانية هل هذا كان راجع لتفكير روماني خلهم أنهم يفكروا في المدينة بأنها تكون عبر تقطعات عمودية أو العكس سؤال صعب الإجابة علي يعني لكن اللي يحدث هو حلقة حلقة تريد نفسها طبعا الأصل هو الإنسان ليس المدينة فبالتالي الجواب أظن يعني حفظي الأصح هو الإنسان هو اللي أثر لأنه هو اللي أنتج المدينة لكن بعد ما ينتجها تؤثر فيه زي ما قال مونستون شورشل لا أحب أن أستشهد به لشم قالها حقيقة قال المباني التي نحن نبنيها وبعدها هي تكوننا هي تؤثر فينا ولم يكن صدقها وكذوبة أي سؤالي كان نابع أستاذا من أن شفتنا مثلا مدن توبنا مثلا يسموهم متروبوليتين سيريز وبعدها تشوف هذه الإنسان لما يكون خارج المدينة يكون مرتاح لما يدخل هذه المدن يؤد فيه استرس يؤد فيه ضغط يؤد فيه مقلق يؤد فيه فهنا نشوف اللي المدينة أثرت في الإنسان مع أنه الإنسان ابناء هذه المدينة ولكن ضغطها ونمط عيشها هي اللي أثرت فيه وبعدها يقول المجتمع فرداني أو وحداني ويخلي أنه هذه المدن تخلي الإنسان ثقافة تتبدل وانطلاقا من هذا كما كنت تقولي حلقة يعود يبني المدينة أو يكون المدينة أو يحسن المدينة انطلاقا من هذا أنه الإنسان يكون وحده ويكون الشافي مجتمعات ويكونوا متفرقين فهذا أنا بالنسبة لي تفكير فيقول الإنسان ممكن يبني المدينة من غير ما يفكر في وين روحة بإيش لأنه في آخر المطاف هذه المدينة رح تحوله ورح ترجعه إنسان آخر بعد خمسين مئة عام نعم يعني فعلا حقيقة أنا قلت بالضبط هو هذا أنه الإنسان المشكلة الآن تعقدت أكثر لأنه لم يعد السكان هم من يصممون مدنهم حاليا وهناك متخذي قرار وهناك مصممين يعني أنا لما نحكي مع طلبتي أعطيهم أساسيات وعيهم بعض الأمور أنه يحترموا يحترموا الإنسان ويحترموا العائلة ويحترموا الأطفال ويحترموا صحة الإنسان سواء صحته الجسدية أو الذهنية بما يصممه سواء كان ما يصممه بيتا أو مبنى أو مدنى وفي الأخرى نقول لهم ألا هل بلغت اللهم فش هد لأنكم أيضا رح تكونوا أدوات لمدة وعمارة جديدة فالإنسان لمدة زي ما نقول ما هادش هو اللي يقرر هو يبني بإيده بيته أو يبني قرية متاعه ويشارك في بناء القرية أو أصبحت تعطاه أو أصبحت تضفرض عليه إن صح القول بطريقة ما سواء البيت أو المباني أو المدينة لكن لو نرجع شوية قبل المدينة كانت مثل ما قلنا يعني كانت باش نرجع نجاوب سؤالك الإنسان هو أن يصمم مدينته سواء كان جماعة أو فرقة أو حتى دولة كان المدينة الإسلامية كان الحاكم يقول أريد مدينة هنا مثلا مدينة مدينة بغداد مدينة المنصور المدينة الدائرية هذه أول مدينة الواسط ثاني تاليدرها الحجاجة واسط هذيك ثاني كانت من العدم من العدم هذي كان وقت قمة تطور الحضارة الإسلامية وأصبحت المدين تبنى أو تصمم بهذه الطريقة لكن حتى في هذه الفترة كان الحاكم فقط يحدد المخطط ويحدد الشوارع بما يراه باسبا لكن ما هو بين الشوارع وبين بيت الإمارة والمسجد والسوق يترك للقبائل والعائلات تصممه وتقسمه بما تحتاجه فبالتالي كان هناك تزاوج بين الحاكم والمقرر المتخذ القرار وبين السكان أو المجتمع المحلي نفسه الذي رأنا رجعنا بعد هذه الألام التي عاشتها المجتمعات مختلفة الدول المختلفة الآلام الآلام المدينة الحديثة ومدينة ما بعد الحداثة المدينة الميتروبوليتم أو الميغالوبول الآكلة للبشر تخلي الإنسان يعني تمسك كل الأمرار سواء البدنية والنفسية الآن أصبحت تفكير في مدينة أكثر إنسانية والالتفات إلى المجتمع المحلي والكوميتمنت أو الإنجيجمنت المجتمع المحلي في اتخاذ القرار وأنسانة المدن وما إلى ذلك لكن فتنا بفترة طويلة جداً بعيد الثورة الصناعية إلى غاية القرن العشرين يعني هذا الفترة الكل تقريباً مئتي سنة أو ما أكثر قليلاً كلها استغوان المدينة واستغوان المشين الآنات على الإنسان فقط لما نشوفه في مدن كبار مثل باريس أو في مدن أوروبية أنه ما يخليك حتى تبدل للواجهة على الباب تاعك وللواجهة على المنزل تاعك إلا بموافقة الدولة وهذا نشوف يتعدي بالنسبة لي على الحرية البسيطة لأحد الإنسان وفي منزل يقولوا في الداخل لك البرا خاطيتك أنا نوافقهم يا طاحا تشوف جميع عشر هاتفني عندنا نزير تحسب خلايا سرطانية أبق تحسبها ثلانة خارجة عشاك والله يبني لك حاجة بالبريك الأحمر صح إذا كانوا يفرضوا المشكلة معدهات الذوق جمالي لما يبنوا تشوف يبني لكده القاراج من تحت حانوت يضربوا لك بالرخام بعد من فوق عفشاب الأحمر تشوف بصري تحس كنت ترى خاردايا أو المدن القديمة والله حتى هنا في القوات تشوف بالقالب في بعض الناس أقمنا حتى لو كانش هذك الحاجة التي تبهرك ولكن يريح تشوفي واحدة البساطة تحسوا باللي في الطبيعة التاع ومهوش خارج مو الخارية السرطانية لا لا كلها البنية تتاعنا المدن تاعنا سلوكا خارجين تلقى الحياة مش عارفة خارج ملاعفة السجاجة عندهم الحق أنا والله يجيت فيدي نهدهم ويدل لك هذك القرياج يخرج لك يدل لك فيزو الشجرات وبنوة بشي رعي يسراق غاراج على جيران وخلينا طهر زبيرو طهر الموقفين صحيحين يعني ثنينتكم عندكم حق عندنا حق طرمنا شوية أستاذ أقول يا معلش ما يضعفش طحة طحة إنسان موضوعي عادي يعترف كيف حتوقته لنا كيف كيف لأنه أيضا ممكن الشي اللي اللي خلي مثلا في النهوات واللارشي ويدن زعب وهذاك فما هكلي الحرية الإحساس بالحرية وفي نفس الوقت هناك الجمال هو أنه ما كانتش الناس تبني كما جاء حتى في الغردية مش الناس ما تبنيش كما جاء هناك ما يسمى العرف حتى في المدينة الإسلامية هناك كتب ومقالات كبيرة كثيرة وأنا جزء من الدكتوراه أيضا عملت عن العرف لكن ركزت على عمارة المساجد فيه العرف هو المعروف أو ما اتفق علي السكان أو ما اتفقت علي البداية يعني يعني هذا دخلت في تصميم أو تأطير تطور المدينة أنا أخليك تعمل إيش تحب يعني محتاج بيت محتاج لك لكن ما تتعدش على جارك عساس أنه ما تطلش على الفناء متعجارك عن الحرمة أيضا ما تطولش المدينة متعك باش تخلي الشمس تدخل من ساحة متعجارك لأنها مهمة هذا كهو المكان يلي يستقي منه سماء ونور الله الطبيعي وحتى في الحديث وفي أنا وصلت حتى درست ثقه العمارة هناك ثقه العبارة وثقه العمران هذا هو يعني نقول عليه العرف ونحن العرف كمجتمعات إسلامية مرتبطة تماما بفقه المعاملات الله أنه لن يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحب لي نفسه أنت تحب الروح كالراحة والكونفور والشمس تدخل لك وهذاك ونحن تسكر تبني الفوق وتسكر على جارك تحرمهم يعني هذا يتعلم ما نتقبله شريعتنا السمحة فمدننا هذه الجنة القديمة التي تتحدث لها كيف ناش وصلت لهذا التناسق وهذا الجمال وهذا احترام ديشال واحترام الطبيعة وذلك بسبب هذا العرف هذا وكان هناك أناس يقفون عليه البناي البناي كان فقيها وكان قاضيا وكان يحل المشاكل وكان علامة يكتب مثلا في المدينة تونس في الفترة العثمانية ابن الإمام هو أحد القضاة اللي كتب الإعلان بأحكام البنيان في تونس يشرح كيف قوانين الجيرة وقوانين نانو تخلي المدخل جارك تبني لكن تخلي مدخل الجارك ما تفتحش على جارك إذا جارك عنده خشبة على الحائط متاعك مين اللي يتكلف بترميم الحائط هل أنت ولا جارك يعني كل هذه الأمور الدقيقة جدا كانت متابعة من طرس المسؤولين في مجتمع هذا يلي خلى يلي أنتج المدن التانية اللي قال عليها المستشرقون مدن فوضوية جاءت هكذاك بالغومنتيك جاءت بالحظ لم تأتي بالحظ كان القوانين لكن القوانين ليست مثل القوانين الأوروبية يعني صح وفقدوا شيء اللي يعطيه الإنسان يعني لما المستشرقون جاءوا واكتشفوا دمشق واكتشفوا أولى وحلب وإلى ذلك شافوا الجمال لكن أولا وأنا نحس أنه صار فيها أيضا حركة أو شوك استشراقي ثاني بمناسبة كعس العالم في الدوحة ممكن نحكي عني بعد أنه عندهم انجيل عندهم جدول تحليلي للدن مستقى من ثقافتهم الغربية ثقافة الحضارة الرومانية وثقافة فيتريليس والمعماريين متاحهم لما أسقطوه على ما اكتشفوه في مدن العالم الإسلامي داخل ما فهموش ما فهموش مدينة والإنسان وعدوه ما يجهل أنت أول شيء فقال وإنها فوضوية ومعندها شيء لوجيك ومعندها شيء بينما لو تراعى بالرؤية أو بالنسبة للمدينة الإسلامية يتطبح كل شيء وكل شيء يصبح مفهوما ومقرؤا واستهلا قلتين فذي تعال أثر تعال الناس كوش لما تشوف هنا ديارنا بكري مثال في الأحياة القديمة يكون كين هذيك سكيفة أو الزقاق هذا يعني تقدر تقول نعم كي الكارتي صغير ولا كيف يقولوا فيه ربعة ديار خمسة ديار شو حتى كوش أثرت علاقات اجتماعية يعني معظم الأولاد يكبروا ثم يكبروا كيف كيف فيعودوا نعم يشوفوش بعضهم كجينة شو تقريبا كعائلة متافاميلي يعني كان الفاميلي تاعه واللي عايش فيها مع بيو وخوته وكذا والعائلة جيرال من قبلهم اللي عايش معه في نفس هذه السكيفة ولا في ذاك البلاد يقولك بنزقاقنا يعني الدرجة تعالوا أكثر من حتى الجار المجيال أخرى والله بن الحي فأشي سبحان لك فلاش نعم وتقوي التكافل وتقوي الأمان مثلا مش ممكن تلقى مثلا الضراض ولا هذك فاكس جاك هذا كان اللي كل واحد يعرف إذا مشي أبوك هو اللي ينهرك لما تكون البرة على العشر تعليل جارك هو مولي يقولك مش تروح وما يزعفش بيك كي يعنفجار وعالج كما يقوله نعم صحيح حتى هذا الأمباك التاح يعني حتى اليوم الثاني مبعد من واحد يتوفر يخلي أولاد ما يخافش عليهم يعني هذك الميتا فاميلي رايح تتهله فيه كما نقوله يقوموا بيهو نعم سبحان الله وترى عائنات هكذا مثلا في عائلتي عندي جدة ما عنديش علاقة بها دموية كانت جارة جدتي وكان زوجها متوفي وحتى لما انتقلوا من البيت القديم اللي كانوا فيه يسكنوا الجزاء المستمرين إذا أختموا لكي بعد الاستقلال أخذوها معاهم وهي اللي ربيت الأجيال بتاعنا فبينما لا تقرب لنا يعني بأي صلة صلة رحم يعني لكنها كانت جارة جارة قريبة جدا فهذا هو وهنا نرجع لسؤال طاها كيف المدينة وكيف المبنى يؤثر على الإنسان ويؤثر على العلاقات الإنسانية فالمدينة اللي تعطي راحة للمجتمع أنه يبني علاقات متا فاميلي رليشنشيب هي المدينة الناجحة في نظري أنا بينما المدينة اللي تخليك زي ودن الحداثة هدوكم خصوصا الفكر الحداثي اللي راده الكوربزيي والسيام الكونغير دي انترماسينات دارشيتيكت مودرن الانترناشنال كونغيرس أو مودرن آركيتكت تحت ريادة الكوربزييي يعني كان عنده نوع من الفاشيزم في العمارة وفي المدينة بحيث أنه تحط أكبر عدد ممكن من السكان في شقق صغيرة ولا يوجد هناك أمل للإنسان أن يقابل جاره أو يبني معه علاقة أو يتفق معه كيف ناشي تعاملوا في هذا المبنى وفي هذه الأماكن المجبرون أنهم يسكنوا فيها وهذا ما طور مشاكل البوليو مثلا الضواحي في فرنسا وحتى البيتوهات في أمريكا مثلا هارلمس وهذه الأشياء هذه هي العمارة اللي أثرت في العمارة لما تكون لا تحترم الإنسان تؤثر في العلاقة الإنسانية وتؤثر في الإنسان أنه يصبح انطوائي عدواني عنده اشتقى في الآخر تكثر الجريمة وما إلى ذلك بينما الأغنياء وين يروح يروح الخارج السبربز السبربز ايه يبنيلوا فينا وفيها غاردن ومجمع محاط بأسوار يقتطس جزء من المدينة الأساسية ويعيشوا في عالم مدينة يتلموا في ما يقال عنه مدينة وهو ليس مدينة ومجمع محاط بأسوار يقتطس جزء من المدينة الأساسية ويعيشوا في عالمهم لما تخرج يتبقى رحب في عالم آخر وهذا يجعل المجتمع يتمزق ويتفتت ومعادش فيه هكا تكافل معادش فيه هكا الساعدة وتكثر فيه الجريمة وتكثر فيها وتلقص فيه الإنسانية فهذا كيف ناشت المدينة أو البناء يؤثر في الإنسان وفي المجتمع بهذه الطريقة سبحان الله هذي كان واحد الكتاب هذي المرة قريته ويسموه كتبه واحد عالم اجتماع هندي هو هندي أمريكي راح ثاني راح للبروجيكت هذو في الشيكاغو إذا ما نش ناسي فحتى تشاهده فاش التكوين الاجتماعي فاش لعبت هذي كل لأنه أمريكان مراء بعد ما طلعوا السود مع هذك سيفن رايت موفمنت وكذا طلعوا أكتريتها للشمال بحكم أن الجنوب أكتر عنصرياً فما ملقوش وين يديروهم أصدروا من فرنسا في الخمسينات وذلك تعلق بونليو ويدكو لك ألاف الناس وطبحهم ما أعطلوهم علاقات أسرية ما أعطلوهم هذي كل آخر ما أعطلوهم مشكلة ثانية في الماركة المشكلة للعائلات خاصة العائلة السود أي في ياسر الذراري وأن يعدون بحاجة أب تتاعه فما أعطلوهم الآن ما أعطلوهم ثم ما أعطلوهم جيرانو الوادق الدراج وما أعطلوهم ذلك ثاني كونات السيئة وتضعها وتخلطها وتضع آلاف الناس في جهة الجرائم بعد هذا السوسيولوغ راح دار الدراسة التعوم بعد تعرف على شباب ثم يعني في القانجز ومجتمع براليل كفاش يمشو وم بعد تعرف على واحد كان يلقائد عصابة وخلاه يوم وهذا يفكرني فات كتاب واحد آخر كتبته واحد للإضالية اسمها لوريتا نوبليوني يعليت إيا إيكوناميست وتحكي على إيكروغ إيكوناميز كم يسمونه فهذا زوج كتابات اللي عجبتني فيها أنه لما يلحق الإنسان يعد ليدر في كاش أورغانيزاسيون يقول له كيف كيف هو هذا السيد يحكي له مع الجانج ليدر هذا كان جون قاري ماسترز في المناجمنت يعني هو الجانج ليدر شهد عدوا شركة يبيع لها دروق كفاش يريكريتي السولدر الماركتينج تعلن السلعة وكفاش يجيب الإتاوات تاعه والأحواني ترمي يحمو فيهم ونفس الشياء الكاذبة الإيطالية عدها ربعة أو خمس كتابات ملاح وكفاش أنه قاتلهم تحكي مع رئيس جامعة إرهابية أو تحكي مع بونكي في بروكسل أو تحكي مع واحد في جولد من ساكس أو تحكي مع ماناجر في طويوتا يحكي نفس اللغة لغة الأرقام ولغة كذا هذه دايكراس نرجع لك الموضوع ذاته أنه كفاش في الماركتين وقع لهم مشاكل اجتماعية ضخمة فقط من مشاريع اللي بلك أصلها عمراني كفاش أنه ما عرفوش قسم الناس ويخلقوا الفرص وأنا هذي خاطئ كبير نشفية في الجزائر يجعل فيها هذه البنايات أنا أعطيك مثال عندنا في القواطر أنا عندنا مساحة ما شاء الله الجزائر أكبر دولة في إفريقيا من أكثر دولة في العالم ما زالوا في وسط الصحراء يبني لك خمس طوابق بلا أسانسور ويضع لك ألف ومئتين سكن وما يدير لك مرافق الذلالي صغار وين يلعبوا وما يديروا ومبعد يقول لك كثرة حالات لذلك المخذرات لا يحفظوا الصرفة الزائر وإنتشار غير عادي هذي الأمورات يطبع لك ناس ما يعفوش بعضاهم يجيب لك ما يعرف لك فاش ناس تركيبتهم يجيب لك البدو ويحطوا يولي يا رب المعيز في أبرتم وف بف دو تقول هذي الناس لها بشرة تخمم هذي الناس لها تخطط صحيح يعني الشيء مؤسف والشيء يذكر أنت حكيت لي على زوزكب لازم نطلع عليكم هذا الكتابين أيضا نحكي عن من متابعيكم اللي حب النوزل القصص هي نوفل لأحمد خان التوفيق وكاتب مصرين شوية صيفاء مش صيفاء شوية غرائبي كاتب غرائبي عنده كتاب رائع جدا اسمه يوتوبيا يوتوبيا فيتعني الاسم هذا في كتاب أنا شخصيا يعني أنا نحس شوية وعندي ماجناشون قوية جدا فاتعبني لما يصف لك حياة ناس في هذا الناس في حشة الغناء عايشين مع بعضهم في وسط مدينة كلها خراب يعني كلها فقراء وخراب ولا هذوكم سعداء ولا هذوكم سعداء فالنصف القصة أو محتوى أو الحاوي للقصة والأحداث القصة هي المدينة وكيف أن القرارات الخاطئة خربت المدينة وخربت الإنسان وعلاقات الناس فيما بينهم فيما بعض من بعض حيث الأغنياء من كثر الغناء الفاحش متاحهم أصبحوا يمنون في المدينة يوتوبيا متاحهم يمنون وعساس أنه يطلعوا هاك الأدرنالين متاحهم والدوبرمين خلقوا أنعاب يخرجوا للمدينة الفقراء يصطادوهم مثل هانجر غيمت يصطاد السكان الفقراء وهذوكم السكان يروحوا يخدموا في النهار يخدموا بهاك المدينة غنية جدا ويروحوا لليل قيتوهات المتاحهم على اساس يحاول أنه يحل مشكلة يشوف هاك الفرق بين حياته وحياته الشخص اللي كان يخدم عنده يتعدى على هاد إحساس بالنقص وإحساس بالجوع الجوع الفكري والنفسي أيضا بالمخدرات ويحكي قصة صعبة جدا وهناك أيضا قصة أخرى كتبها لا أفكر اسمه كاتب سعودي أيضا في نفس المعنى على كيف ناش المدينة تتوحش بتأكل سكانها يسمى ترمي بشرر أخذها من آية قرآنية ترمي بشرر أيضا يعطي صورة لهذه المدينة هذه طبعا هي خياليات لكن في بعض الدول وفي بعض المناطق من بعض الدول هذا واقع ويصير للأسف صح يعني المدينة معضلة لأنه نتعامل فيها يظن الإنسان أنه يتعامل على الورق بالمسطرة وبالقلم أن يبنيها يتعامل مع الحجارة والزجاج لكن في الأخير لازم ينتبه الإنسان أنه يتعامل مع نفوس بشر وأرواح بشر وأحلام بشر وممارسات بشر أيضا لأنه ناس هادو مثلا في سوايا في شمان أمريكا أو في أوروبا الناس هادو اللي وضعوا في هذا اللي جيتو في هذا الـ تصبح أيضا صورة نمطية عليهم اللي جاي واحد من هاك الأماكن هم عراطين الشغل معه شي ذكي ترناق كباب خائن صح وللنأسف معظمهم سواء من السود أو من العرب من السود أو من البشرة البنية فأصبح الآن مع الـ globalization ومع الميديا الماس ميديا خلاص يعني يقول لك ما تستقش يعطي لك فورة على هذا المناطق التي حكيت عنها يقول لك هاهم كيف نشيعيشون هاهم وشارعنا نقاسي منهم لكن لا يسلطون الضوء على لما ينتشى المجتمع أو ينتشى الفرد من هذا المجتمع هذا ويتحط في مناسب ويعلم بالطريقة المناسبة كيف وكيف أي آخر يعني أبيض غني يصل إلى نفس النتائج مثلا مؤخرا يتم الاحتفال بأنه أول سيدة ذات البشر السوداء أصبحت عميدة أو رئيسة جامعة يال this is the first time ever أنه مرأة black american lady هي اللي أصبحت مديرة أو رئيسة جامعة عميمة مثل يال هذا يدل أنه الإنسان يبنه بيأتي فيه من الغلط أنه هكذا نحب تاقس على الناس على حسب أنه ظروفه ما كانتش مناسبة أو ظروف المعيشة متاعه ما كانتش مناسبة أستاذة لو نعرج لك على نقطة شفتها نحكيتين عنها من قبل اللي هي المدينة قبل الثورة الصناعية والمدينة بعد الثورة الصناعية وأنا دائماً المدينة بعد الثورة الصناعية نسميها مدينة بدون روح لأنه هي مدينة إنتاج ولكن ما هيش مدينة يعني تعيش فيها مرتاح هي مدينة تقدر يقولي أكثرها صناعية منها إنسانية واجتماعية فكيف حتى الإنسان تحول من المدينة اللي كانت قديماً تعني بالمجتمع قبل كل شيء إلى مدينة تعني بالصناعة والإنتاج خليناً نقولوا البزنس قبل كل شيء واليوم انتبهنا لهذا الأمر ونحاوله بطريقة وبأخرى نرجع للمدينة القديمة طبعاً الثورة الصناعية كانت في بداية ذلك الأمر كانت بلسين أنا نقارن هذه كانت فترة دعاً الثورة الصناعية من فترة اللي رأنا عايشين هالفين هناك تغير عميق وتركترال جذري في المجتمع جذري نعم في المجتمع وفي طريقة الإنتاج وهناك مجموعة من الناس من البشرية متحمسة جداً دراوصائر فرحانين بوزيتيف وهناك مجموعة أيضاً متخوفين وبرنا رايحين الثورة الصناعية صار نفس الشيء هناك مجموعة عظيمة خلاص والإنسان أصبح عنده القدرة على أن يتحكم في كل شيء تحكم في إنتاج نتاعه في نوعية الإنتاج وفي كمية الإنتاج ويبني آلات تساعده يعني آلات خارقة للعادة محركات وأنجينيرينج وإيك كان هناك حماس لهذا التطور هذا وبالتالي كانت المصانع في أوروبا كانت في قلب المدينة كانت هيك يحتفى بها المصنع كان يحتفى بجين والناس كانت كيف يعني يتقارن بعضها بعض قداش المصنع عنك وقداش المصنع في مدينتنا وأنتم مدينة غير مصنع ومائنا ذاني بسرعة بعد هذه السكرات الأولى للنجاح بسرعة ثلاثة دائما في هذه الفترات يجي منحس مناوعة زي مصصية دماعة يجي من أجل المصنع فكيف يجي من أجل المصنع؟ فجي هذه الرؤوس الأول في ساعة البنوك تشكلت في نفس الفترة وفي نفس الفترة تشكل الاحتكار احتكار السلع وفي نفس الفترة بدأت عادة العائلات التي تصبح أغناء 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 يعني تشغل عندها اليد العاملة الرخيصة وطبعا هذا يفتحنا على مواضيع مختلفة مثل تشغيل الأطفال مثل أن أسطورة تحرير المرأة للأسف هناك بعض النسويات العربية ما ينتبه لهذا الموضوع تحرير المأمن الذي يحرر المرأة هو العسلمان الذي كان يحبها كعان لأننا كلمة متعملش صح وكان العمان لأنه من كتر ما كان يحسوا بالضرم وأنه يشتغل لساعات طويلة لقمة اللي تجيه ما يعني ما تكفيش وتروح في جيب صاحب رأس المن هذا فكانوا يعملوا إضرابات فأساس أنه أصحاب رؤوس الأموال يجيبوا ذاً بعاملة أخرى شوف كيف نشلفوها لأنه تحرير الماء لازم برأة تخرج تعمل عندها حق كيف رجلها يخدم ولا أبوها ولا أخوها يتني تخدم وأيضاً الأطفال داخل العمل وبعدين أصبحت بعد الصناعة أصبح الاستهلاك أيضاً الكونشوميريزم اللي كل شرائح المجتمع لازم تستهلك بنفس الطريقة الذكية للتحرير دائماً من المرأة أنه تحرير المرأة يمر بأنها تمدد تدخل كانت شركات التبغة شركات إنتاج السجائر هي من أكثر المداشئات على حرية المرأة هذا التضخم هذا في الإنتاج والتضخم في رؤوس الأموال واحتكارها لعوائل أو مجتمعات أفراد معينين خلّى أن المجتمعات هذه المتحدة نضح في حالة فقر والمرأة حتى أنه كان جاءت الموفمنتم تاوماس مور تاوماس مور تاوبيان سيتي هذه كمتاع المدينة الفاضلة وطبعاً استقاها من فلسفات أخرى فلسفات حتى الشرقية وإسلامية تاوماس مور تاوماس مور تاوماس مور والمصنع يكون بعيد والنقص والتنوث والأطفال يروحوا للمدرسة ودخل للحقول واللحات الخضراء وما إلى ذلك كاري أكشن لهذا أو مدينة الثورة الصناعية نحن حالياً بعد ما مرينا على عواقب المدينة الصناعية ومدينة حداثية لبعض الحرب العالمية الثانية نحن للأسف العالم كله يمشي على وتر أوروبا وشمال أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية كانت أوروبا تحتاج إلى إعادة تعمير والدول اللي شاركت الحرب واللي دمرت في الحرب كانت محتاجة إلى إعادة تعمير فبالتالي أصبح إنتاج الــــــــــــــــــــــــــــ. لأنه أسرع وأسهل بعدين يحكيوا على التنويس لكن وقتها كان مدد بناء perfubracation يعني التصنيع الجاهز جاهزاً على اساس تركيب فقط للبنايات اللي وصلتنا لــــــ الفرنسطان اللي حطوا فيها ألف شخص وما إلى ذلك حالياً نحن عدنا في ثورة أخرى وهي الثورة الرقمية والثري دي برينتين هيا تعليموا فهمي ثري دي برينتين فسكننا نخدمنا في الروبوتيك وكاين هذا المجال الرواوي طرق بتاع ثري دي برينتين باستعمال الروبوتات الصناعية هذه والمدن الذكية لو تحدينا عن المدن الذكية أيوة والمدن الذكية أيضاً مثلاً لقدتك نحن نحس روحية نيراً نعيش ما عاشوا الناس اللي قبلي هما يتفرجوا على الثورة الصناعية أنه المجتمع بداخل في إنتاج المدينة وإنتاج العمارة هو القسم فيه اللي يتحمس كثيراً ويستنى غير بشد يعني نحن 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 وفيه ناس اللي يقول لك نحن 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 المدن الذكية طبعاً هو استعمال تكنولوجيا متاع الانترنت والبيج ديتا عساسه انه نحن 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 عن الابطس وع PEG متاع السكان وعلى اساسه تطور المدينة بما يستحق السكان وهذا يعنيلم في المبدأ رائع جداً ولكن يعني فيه شوية مشاكل أو أشياء هكذا أركان مظلمة في هذه الفكرة طبعا مشكلة الخصوصية يعني إلى أي حلم نعطيك أنا من معلوماتي دوا بداية مدن حصول هنا يعني عد أدي جدا أنك تنشي الكاميرا تشوفي ويروحت وانجيت وانت في المكان العام لم نعود في المكان عام صح ايه يعني وصف أو تعريف المكان العام ليس public space هو space where everybody is free يعني you can do whatever you want you are not targeted when followed or captured مع المدينة الرقمية والدرونز والكاميرات في كل مكان والسنسورز والآيو تي في كل مكان معيش تقريبا انتهى وقت أو زمان in public space دخلة الرقمية حتى في البيت البيت الذكي نبعونا في فكرة البيت الذكي تقنكتيها على الايفون متاعك تقولها سيري يحليني رومانتك ميوزيك تحديك معه وانت بالغاراج متاعك رومانتك ميوزيك شعلت وتعرفك الطهوة متاعك اللي تعملها تقنكتي مع الكوفي ميكر متاعك حضرلك الكوفي متاعك والبروغرام متاعك اللي تحب وجد ما تصل تبعد على الكاوتش يبدأك البروغرام متاعك تحس روحك يعني في ناس يقول لك نحس روحي امبراطور يعني امبراطور بيصد لوش هكذا انا من الناس ما يقول لا لا انا نحب ندخل نختار وش ندير صح مرحي احاوثي واحد اليوم بها واحد اليوم بالوقت اللي يحبوه مش كل يوم نفس الشيء واهم شيء احتفظ بالخصوصيتي ما ما نحسنش انه لانه هاذا الاريوتي هذي نعيش في السماء نعيش في الاثير راهي في ايدين companies قبل كنا نحكي بتنش المدينة دعطة في الشخص بالانسان توا اصبح كيف ناشي الهاتف البابايل متاعك هيك الشيء العظيمة داك اللي يهنزم دائما ما شيء يأثر فيك برك حتى الخوارزميات يعني لو تشوفي مثل برك سوشال نتورك كما فيسبوك ولا تويتر ولا تيك توك كاش الخوارزمية تعوه تدرك ثورة ولا تفجرلك حاجة اجتماعية غير عادية يحبو يبوشيو اجندة طبعلك كونتنت في ذاك توف 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 انتخابات ترامب ربح بسببت هذيك الضربة لدرها مع كامبرج اناليتيكا يعني مانيبوليشن تعال نيوز في فيسبوك تاركت الشريحة تعال الناس الكبار في السن بحكم انهم اكثر يعدوا محافظين كوسوهم لترامب هذه حاجة صغيرة كما الفيلم تهذا الماتريكس يعني تشوف كفاش رانا عايشين في كلش كونترولي يعني انا نشوف اذا تمينا كما كرانا رايح نسيناريو مشابه كثيرا يعني كما حكيت انت تقبلع كفاش يعني كفاش الشركات خرجوا مع الفيمينيزم وكفاش خرجوا من سال المصنع وكفاش ذرك الوقت رانا فيها حسا يا رحمك كيف فيمينيزم تابكري الفرس ويف هذيك رانا فترد ويف اللي خلاص طيواني حتى ربنفرقوش بين الراجل المرأة وهذا ايضا شركات خاصة راهو شركة من اللي اكثر واحد مدافع على الالجيبيتيك هما هي شركات المنتجة للهرموني والمنتجة بلاستيك سورجيري والاعضاء الواحد الارتيفيشل اوغنز والاشياء هذي وما هذي شركات من اكثر يعني انا قلت لك رانا رايحي للسيستام تاباتريكس نقول له احنا كما نقولوا اوعية بش كما نقولوا هارفست والاعضاء تعنا والبيولوجيكول متر فينا هنا وايضا مولا ديس يعني انا احب كثير القراءة عن كل ما هو الدماغ وتطور الدماغ ونورو ساينس ونورو بلاستيسيتي وهالاشفاء هذي مش فقط يعني في الجسد حتى في الروح وفي المنتل في المنتل متاعك يأثر فيك لانه لما تفتح انت من غير وذاوت يعني بكل مثلا نيار تبع السيري متاعك ولا هو افر جوجل معرش واسيستانت انا عمري منشغلهم هذي دايما فكرتهم طبا حتيش كمش لكن الجوجل اسيستانت متاعك بلا سيري اش تجيب لك فتحطك في مود يعني ممكن حتى واحدك معرش حط مود ديبريسيف يعني حاجة ورا حاجة ورا حاجة ورا حاجة عندك الحطر فتقولي في المود ديبريسيف متاعك ما هوش فقط سايكولوجيك it's also physical الهرمونات انتاك تتبدل وبعدين الدياني انتاك يتبدل يعني حاجة بري بري دير يعني دماغ متاعك مناطق من دماغك تتغير بي على حسن اللي رب تتفرش فيه تحلينا استاذا نقول بلي كين فائدة اكيد كين فائدة التكنولوجيا نعم نعم لانه اليوم لو نشوف الثورة الصناعية كد كان عندها فائدة وكنا مستفيدين واليوم رأنا مستفيدين من الثورة الصناعية اظن ان التكنولوجيا سيلاح ذو حدين والكن السؤال الي اطرح نفسه المشكلة ه اللي التكنولوجيا نمنحوها تماما او نتقبلها تماما كما صارنا في الثورة الصناعية الكن ايضا ألما تطرح ليشрей هو هل ممكن نستفاده من الثورا الصناعية شوما 48 اللي كانت عندنا بالثورة الصناعية وهدمتنا نحاول أننا نستفاده من تجربة الثورة الصناعية باش التكنولوجيا اليوم نستفاده من live اليشابيات تهاو نحاول انا نحدو لانه هو ونغال ممكن أنا نحدو كل الأضرار ولكن حدوا معظم الأضرار تكنولوجيا هناك أضرار على المجتمع في أضرار على الأطفال في أضرار على كل شي فأنك تكون معادل تكنولوجيا ركت عادي المجتمع تقريبا أنا حاولت مرة أني أتجنب بالشبكات الاجتماعية مقدرتش لأنه ربطوني ما يبحثوا بي اللي هي العائلة وليها ربطوني أن شبكات الاجتماعية لازم ندخلها حاولت أني عدة مرات مثلا نتجنب كل ما هو فيديوهات وكل ما مستحيل لأن اليوم لو ما تتصور ما تدير فيديوهات ما تحاول أنك تحفظ خصوصيتك مش من باب أني نحجم ولا من باب الخصوصية فقط من باب أني لماذا نعطي خصوصية للشركات أخرى كما كنت تقولي من سابع المستحيلات أنك كتيرها لأنك إذا مش أنت تصور روحك وحد أخر يصورك وما يقولكش حيث لكن هذه فيها القوانين وفيها التوعية وفيها يعني يعني ما حيث أني نصور روحك وما يقولكش ممكن أنت لا تفاقش لكن كتفيق كل الدول أظن معظم الدول أنا بحث في الجزائر قلقت الجزائر لكن حتى الجزائر القانون الجزائري يكفل خصوصية الإنسان وإذا فقط شكيت أنه إنسان شد الهاتف ولا شد الكاميرا وصورك في المكان العام مش حتى في دارك ولا قدام دارك في المكان العام وشد وصورك وحسيت أنه صورك من غير ما يأخذ إذن منك عندك حق تشتكي به عند الحاكم العام وهناك عقوبات معينة مش تصوير الشروع في تصوير عندها عقوبة نظن إلى غاية ثلاث سنين سجن وخمس ملايين غرامة فتقنينة هذه الأمور هذه مقننة أولا كيف نتفادي طبعا أنا مش لي ضد التكنولوجيا بالعكس أنا استعمل التكنولوجيا في كل شيء يعني في كل شيء في عملي خاصة نستعمل التكنولوجيا في ثقافتي نستعمل التكنولوجيا من الغلط الإنسان يكون ضد التكنولوجيا لأنه هذا أداة من أدوات المهمة للإنسان بيش يطور فيها حياته ويحسنها لكن مثل ما تفضلت هو سلاحة وحدين لازم واحد يكون واعي توعي أنه هذا راه سلاحة وحدين ولازم يتعرف على المشاكل بتاع هذه التكنولوجيا منون الجيه طبعا هناك العديد من الناس بيكتبوا كثير ووحكوا كثير منهم واحد سما رحوا في تيت توك سما رحوا أنا الثلاث يوليكورن كال نيوبورت شفتها فإنسان يعني أنا كنت عندي قناعات مثل متاع ولكن مثل ما قلت أنا كنت عندي ضغط في العائلات والبنتي يا راكيني أوتلاير يعضت مكش في الواحد وغلط الذي رحكي عايش فيه هو هذا الوهم الذي رحكي عايش فيه غلط فنلقى واحد دكتور في كومبيوتر ساينس فوق ماتيسيا وقال أنا ما عنديش أول مرة شريت سمارتفون لما جاني البولود نتاعي الأول وما نستعملش فيسبوك وأنا ثاني ما عنديش فيسبوك وما نستعملش جوتر تويتر وكذا كذا لكن هو في نفس الوقت أنه عاملوا ولأنه ابن زمانه يستعمل الميديا ويستعمل هذه التكنولوجيا لكي يتخدموا معه ليس لكي يمدروا كسلعة لهذا الشركات تعمل به إيش تحب تعمل به ككونسيومر وتحاولوا الله إلى كونسومشن يعني الناس تستهلكوا فلازم لوحد الوعي والوعي والقوانين بتاع الدول والإنسان يعرف وين الخطر وين ممكن تكون إياه مثل أي أداة أخرى حتى الاندستريال جابتنا المحركات وجابتنا الميكروسكوب وجابتنا اللابز وجابتنا القطار وجابتنا طائرة في كثير أشياء إيجابية عظيمة من الاندستريال رفوروشن لكن فيها المساوي الواحد يتفاد هذا المساوي بمعرفتها أولا وبمعرفة حلولها من طرف أناس يجربوا مثلا أنا التكنولوجيا الإنترنت حتى حتى التنفذ لا يوجد في بيتي لا يوجد في المنزل دائما لا يوجد أولادي تربوا في بيت من غير التنفذة وفي بيت من غير الإنترنت عاش بنتي في الجامعة لا يوجد في دولة أخرى لا يوجد آخر غير الواتساب لديها الهاتف الذكي لكن ابني يعيش معنا في بيتنا وهو 17 من العمر ولا يمتلكوا هاتف لا ذكي ولا غبي عنوش أساسا ما نسحتك للولدين أنا لاحظت أن معظم الأولياء اليوم حاصلين مع أولادهم فيما يخص التكنولوجيا فيما يخص الهواتف الذكية فكيف اليوم وصلت أنه يعود عندك ابن ماشاء الله 17 عام وحدتي له تقريبا بشكل كبير مقارنة بما نراه المجتمعات العربية الاستعمال الهاتف الذكي فهذا بالنسبة لي إنشاءت لأنه لما حاولت مع بعض الأولاد يعني في سن 16 14 15 كان صعب جدا لأنه تحكي له وتقوله ما تروحش تيك توك ما تروحش سناب شات وما تروحش إستغرام بالنسبة لي غير معقول ما تطلبه ومثهوم هذا لأنه أطفال متاعنا they are addicted أصبحوا مدمينين يعني إدمان على هذه المحتويات إدمان عضوي يعني لو ما تجيبلوش الدوز متاعه والدوبامين اللي يفرض ها الدماغ متاعه لما يشوف هالأشيار ويشوف اللايكات على اللي قالوا ولا حتى يستمتع بشريط قصير من التيك توك يجي سيمطوم كأنه يضرب في النيروين ولا هذلك وبعطيتو شدوز بتاعه يصبح اغريسيف يصبح متشدوش يصبح عصبي يصبح ما يسمعش الكلام يعني من الصعب وليس مستحيل أنه أطفال كما هانوا الواحد يلحقهم لكن أنا نصيحتي أنه من الأول يعني تجفيف جذور الشر منابع الشر من الأول يعني منابع الشر منذ الولادة يعني حقيقة أنا عائلتي عشت في الغربة يعني عائلتي الطغيرة زوجي وأوليلي عشنا في الغربة وهذي من الغرضة بعيد على العائلة وبعيد على الجد والجد والخال والخال والد الخال والد العمي مش بي اوه عندي وانا ما عندي شو وخلي الليلة هذي بارك وخلي هذي الأسبوع بارك وووك رأي مني حعطي قدرت تكترولي صحيح هذي يعني ما نعرفش لستون في موقع أني معطي فيها مطايح لأنه عشتهاش نايشها فقط في فترة العطلة صيفية ودائما هناك زعل دائما هناك عرق لعا الخالة والجد والجد الله رحمهم من المكان وحيي خليهم خلي الأولاد الام كامل وانت شادتهم خليهم يستمتعوه هذي يعني أنا منقدش منصح الناس يلي في مجتمع واستهلك بصفة عميقة لكن الناس اللي عندهم الإمكانية أنه يحتوي أطفال متاعه والوحيد اللي يربيهم يبتدي من الأول يعني أيضا تحرم روحك قبل ما تحرم صغيرك مش من معقول أنك أنت تتصفح في التابلت متاعك وتقول له سين تعدين ممنوع أنت للك ممنوع لأنك صغير لا الطفل يحتاج أهله عروضه أبو يبقى معاه ويحكي معاه حتى ما اللي يبدأ شغور الأولى من حياته لازم الانتراكشن لازم السوشابيليتي ويكبر بيحط في الدماغ ويكبر بهذا السوشابيليتي يتطور بمصفة طبيعية فلما تكون الأم والأب لاهيين يا أما بالعمل وإلا لاهيين تصفح وطبعا نحن عنا القدرة العلماء أن إيه وهذا البودكاست مغين جدا وليسي مصفعه وطورني وهذا الكور هذا مغين جدا لطور اللي سكيلز انتاعي بيش نشوف يعني نعمل تروموشن ولا نعمل يعني نقاوم أسباب رائعة جدا اللي تحلينا دائما نسقين في سكرين هذك وبعاد على الأطفال فنحن أنا وزوجي ربي يحفظ قررنا من الأول منذ يعني زواجنا أنه طبعا كنا طالبين يعني في ناتنا فكان التلفزة مش بهك الديمقراطية هذك في الجامعة فقط نرجع للبيت مكان والو كي نغل الكتب والحديث والحكايات نحكي وكما الجماعة البكارية هذو كم ذاك يروح ننظر وننقصر ونحكي فطر نبدأ في واحد يحكي أنا أخصيت القراءة وإثلا حاجة شافها في الشارع أو نهذا ايه سعق نقصر وغير يعني بأثم معنا الكلمة قاعدين هما صغار يلعبون ونحن ربنا نحكي وما في وسطنا ليني والله وتعلموا النطق بدأوا يحكي ويدأوا يعاركوا على وخليني نحكي أنتوا بقدر كنت تحكي من بعضا كبير يعني يعني هكذا كبر وهكذا كبرنا يحسوا أبدا بالحاجة لهذا طبعا الأفلام أساس أنه تكون عندهم من بيسوسيال أيضا في المدرسة أفلام تقرأ الأطفال التي تخرج وهذا نحن نعمل لها بحث صغير ونحطه ونحطه وعن العائلة كامل تقعد تتفرج هايك ديزني ولا هايك الفيلم متأة الصغار أصبحت نحن نتفرج مع أطفالنا كل شي صح عادة الأولياء تقوم يعرف وقع الرسوم ونغنال بتع بيبي شارك نعرف ونشاركوا في كل شي ونتناقشوا بعض الرسومات لازم نقاش عاملين كلمة ما عمش أنتو بجيناس ومتعبوا حضر لوش متاع النادي سينمائي متاع أحمد الجاوي الله رح بعد الفيلم متأة باقل في الصور وفي كيف ناشط colors وكيف ناشط حربك وكيف ناشط حلوة وماذا تتعلم منها فرصة أنك تنجيكت some values some information some هكذا للطفل وهو هكيكا مستمتع تحط له في الصندويج حاجة حاجة مهمة يتعلمها فتعلم يعني عندي أنا قدرت على ابني وقتها نحن تعلموا لدي أنه يتفرجوا فقط الـ cdh على اللابتوب ولا على الديستوف فابني كان ناشط في مضم سنتين حتى أقل أقل كل ويكيند حتى كنت وقتها في الإمارات نمشي للفندق يعني نحنا في الإمارات لكي تبدأ للجاو تذهب للفندق ولا تذهب للبول وقتها شعلت تنفذ في الغرفة كانت mbc3 فيها رسوم تحركة هذا تفرجنا قاعدت معي وبعدين نتفرج رسوم تحركة وعجبت فازا هو كانت تعجب لقطة يقول لي ماما عاودي هالي ماما عاودي هالي فال mc قال لي ماما عاودي هالي يا عاوش كيف عاودي بلدنس قدرش تعود بشيري دا دا يعني ما عاش شل لايف اي كي حكيت علا قداش من وضع لي مهم جدا من هذي حتى كي حكيت العائلة هنا في مشكلة عدنا كبيرة في العائلة وما يعرفو شكتاء الطفل وان يدخلوا رواحهم فيه وان الوالد قولوا أولياء مربين ولا يشدش تليفون بعد يجي جده ولا جدات ولا خالوا هعطيها تليفون أنا شخصير ما عنديش رأي لان يشوف فيها وعلى متقدر تدخل في عراق مع المجتمع على حاجة قادر بلك يقول لك الطفول لازم له بعض التنفيس يجرب ساعات عدخاله خاله جلته خير من اللي عنده في الدار واللي تغيض هذا الجيل انه رايحين شي ليكبر ما يعرفش حاجة اسمها انك تكون في الانترنت هنا في وقتنا يعني انا عصرتش الصغر التاعي والمراهقة في بداية الانترنت فكنا بدين الانترنت يعني الويب 1.0 ما كانش كان الانتورك وما كانش الامورات ما كانش ديناميك بيجي سيسر فعلى الأقل وكانت نعيب حتى كان عيب شوية انك تحط تصاوير وخاصة تصاوير اللي ماهيش معدهش سيغنيفكنس بقري قريب تحط الفوتو تصوير في فلاسة روحت المنطقة اثرية واحد مصورك من بعيد مش سيلفي واحدك تبان تعيس ولا شو ما ما كانو الناس وكان الناس اللي نعرفهم كانوا يتبالهم هذي عيب كان ويضحكوا الناس وكانوا نعطي صاوير وكانت قرعج وكانت قرعج عن ستيرويد كما يقول وكانوا الناس يجيبوا خبار بعض عب التوقب وكانوا 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 ويضعوا لعندرناج ويقول لهم مش مرحط يطالع وكانوا هيد دور الحية ومبعد هما داروا فيسبوك ولو هم كل ما يتحرك يربط في نجال القهو يصور ويروح في طيار مطار داخلي من جزائر الوهر من قسنطينة يدير رقع البركور والسطوريات فتقول على رانا قع نحطه في حياتنا كما مش عارفين بللي رانا كما ذيكتا ماتريكس أنه نولو هنا ومن كما قلت للمنتج راح نستعملونا يشقول هارفستونا احنا ديتا وحيات باش يبنوها وحاجة واحد آخر رامي بل شرام يبنو كما حكيت وقال تاني على القضية التكنولوجي تكنولوجي مليحة دائما مليحة التكنولوجي فوقها مليحة مليحة تكنولوجي عندك سكين سكين قدر تقتل به ابن يدم كما قدر تعمل به وجبة لذيذة وطاتجة هذا هو نعم ولكن الانتكنولوجي راح نظرك خاصة في مقارنة بالتوز التي كانوا عندنا أنهم أنا تبني فيها زوجة حواج بكري تقدر تنباكتي الإنسان ليحضا كنت ترييش فيه تقدر تجرح الإنسان المحيطين بيك في الإحداثيات الجغرافية ولكن يقدر تدري الحاجة تضر مليين البشر والثانية هذه الانباكت صغير بكري الإنسان كان عنده المارجن ليقدر يخطئ فيه أنت مراهق ولا أنت شابة تتعلم قعنا خطئو قعنا خلطو قعنا نديرو حواج قعنا نقول حواج لنردمو عليهم تحضركها لا لا جوجل لا يغفر الذنوب وش تقول يبقى إلى الأبد أنت شاب صغير مولا 13 عام تدير حاجة تصور تصويرات تقول كلمات تعلق تدير بلاك أوتوف كما نقول دمو فيقو هكذاك تقول كلمة لي ما تقولها سياسيات أو الرئاسة البلدية يخرجوا لك تصويرها أو كلمة أو موقف قتلها وسهلا أنك تديرها أوتوف كونتكست هذا لا يمكن أن أتحدث عن الـ AI والكايتبابيريتي أنك تدير فيك أنا أظن بالسيناريو المسيح الدجال في التكنولوجيا لا تتعلم عينيك صح تتعلم عينيك لا تتعلم أوباما يقدر في التيني فيزيو هو ديب فيك يعني بيشفد للوزيرة والمسؤولات السامية هيك عايدتهم رفضوا عليها الروسيين ودروا لها ديب فيك هذاك الأوكراني بحكم أنها تتعلم اللغة لا تتعلم عن الهجاب ممكن من البدلة ولكن هما كان عد الترانزليتر كانت الوزيرة فدارت مع رئيس بلدية أوكرانية تتعلم عميل في فس بي في روسيا فتقول أنا نظن الخطورة تتكنولوجيا والإمباكت تاح ورانا كنت تعطي أنك تتعامل بها وراء بالإمباكت تاح يصرر لأنك كما تضحك وهو فايك مش ساحت وحد القرد يعطيه كلاشينكو مش هاذا في أدغالي فيك يعطيه كلاشينكو بدي تيري فيها وعليهم ما قلق بحد المتمردي يصرر لأنك القرد اللي تعطيه كلاشينكو رانا فيها يعني رانا فيها they are harvesting they are harvesting our information they are using our information يجيبوا فيها طبعا الببليسيتي وذلك ذلك أضعف الإيمان لكن في أمور أخرى لأن artificial intelligence وعمور هذه كلها مبنية على المانيبوليشن وإنت تحكي يعني نحن صارينا مثلا للجيوش التي كانت equipped للدفاع ضد الوپنز تاع السيوف والرماح والبندقية هذه كمتاع طلقة وحدة بتاع الحجر جاهم مهاجم أو عدل بالكان already يعني جابوا الـpowder يعني هذيك الجيوش they were not equipped at all in them they receive يعني مهما تكون شجاع مهما تكون ذكي مهما تكون محنك راكز في عدم توازن راكز another dimension ولي للك الواحد يتعلم من هذا التاريخ أنا نحب أكشير التاريخ لأنه فيه الحكام والإنسان يتعلم وللأسف لذلك التاريخ نظن أنه لما نحكي نعنى في تاريخ وعلى الحضار وعلى ثقافتنا قد نقول يا دكتور بديارك عايش وين ما عادش لذلك محارب فكر أنك ترجع للتاريخ لتستقي من الدروس مثلا لما نشوف حالاته صارت مثلا في عمان صارت هذه أنه البرتغاليين لما هجموا على السواحل العمانية كانوا شجاعات وكان عندهم جنود وكان عندهم دفاعات وكانت عندهم حضارة وكانوا وقتها كانوا مملكة يعني إمامة بجيشة وبكل شيء لما هجموا عليهم البرتغالي يسع حتى لنوسح ولو ماشي الجبال العالية والمثارات صار هم دخلوا لداخل عمان لكن لأنه كانوا في عدد قليل وكانوا حبوا برتغاليين كانوا فقط يحبوا يركزوا على منطقة هورموز وهذا منها القوافل وهيك عملوا فورتيفيكيشنز على الساحل فقط ما دخلوش لداخل دخلوا بسهولة لماذا؟ لأنه كانت القلاع والحصون مثال العمانية مجهزة للحرب التقليدية وليس الحرب الباودر وحرب الكانونز اضطروا أنهم بالوقت بمحاكات البرتغاليين يلي استعملوهم في بناء التحصينات فهموا تعلموا هذا هو الحل الأول نتعلم ونفهم هذه التكنولوجيا ونشوف مقويماتها وننتجها هذه المشكلة عندنا نحنا ما ننتج نحنا نستحرك ننتجها أنا و أنا اللي نتحكم فيها مش شر نخلي أنا فيسبوك ولا نخلي زوكربيرغ ولا معرف مين هو اللي يخذ لي واحد عاطيني أنا وفرحال عادة أنا شاي يخذ فيسبوك عايش أقول لكم المشكلة اللي عدنا عدنا أنا واحدة العقلية خاصة في الدول العربية خاصة الجزائر أنا واحدها المنع المنع المطلق وما أعطوه شرواح من وقت يتعلموا لاحظوا الصين مثال الصين لما شافت بل المريكان جوجل كذا بلوكوهم ولكن مجدروا تطوروا البديل تاعوا ما قاعدش بنات عود بنات صح ضرت شوية ولكن فرضت نفسها بحكم أنها عندهم الإكو سيستم تاع كلش نفس زائر ناتك مثل بسيط القضية للشرائح الإكترونية تاع التطوير ميكرو كندرولرز ولا روح دخل انت درون للجزائر ولا يسي يزوع لك ولا حاجات كنونية مش مع لك أنا تفهم لو كنا كوريا الشمالية يعني كلش نسكر ولكن يقول لك ممنوع تدخل كاميرا تدخل كاميرا نورمل تاع تصوير عادية على هواية سين وجيم واش راح تدير بها ولم هون هذه صورة تخدم بها تخدم بها تصوير هنا حدث عائلي صغيرة كهيد ولكن ملجي هالأخرى داخلين تيك توك مثال أنا بالنسبة لي الحالين بين الشبكة تشمعية تكزيست تكو أسوأهم لا لأنه ما فيش هذه الكنترول تاع اليوزر تاع ويا صح الخوالزمية تبع تشوف ولكن في فرض فيسبوك تويتر على الأقل تخير شكون تفولوي بدرجة ما وكذا نحن يسكر لك وليش بعد يدخلوا تيك توك وقع فانتو تبني عشرين عام يهدمها تيك توك في بضعة فيديوات وفي بضعة أشهر تاستهلاك حكيت على نقطة قويلة تاع قضية التع وكذا 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 تجربة على تيك توك راحو كريو 80 و100 ودارو كل وخاصية تاع إنسان 30 سنة عامل في شركة ربط بيت تاع طفلة صغيرة 12 عام ودارو يروحو هذون قال طفلة صغيرة 24 عام ودارو في فيديوات تقولون مثلا فتنس وبيوتي وكذا ويشوف وشي بوسين هالخوارزمية تاع تيك توك قال لما تبدأ يتشوف بحوائيش تاع هذا هذا مجموعة الريجيم على كل طفلة بنات ذركة معظم ومعدهم هذه بادي دي مورفيا كل واحدة تشوف راحها هي سمينة وتشوف راح اللي هي الباشعة ويقارنوا عن واحد خاصة الارتيفيشل هذا ك ستندرز معنا ف يديها طفلة وحد هاي ولي يبوسي لغاف تعال أنوركسي هذا وربضك لبنات هذو كالضعفات وهذا ويقول ذك مزا تشوف راح السمينة طفلة توزن عشرين كيلو وتع ديبريشن ثاني يشوف نفس شي هذا وقعه كل واحد يحسب راح بلي هو ديبريست ويبدأ يطبع له بدي يقول وراك انتايا ساعة تحب تقعد وحدك وين يحب الشيء وحد ورس مخرج راح في غر هير او وحد وك قاعد نحتاج لهذه كل خلوة الدين ثانا في هذي الحوائيش الانسان يختلي يتأمل حاجة فينا بعد يطبع وراك يقول بعد يقول وش لازم 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 تضرب الدواء وبعد يتبع في الزاناكس ويضرب في مش عشي فكفاش قادر يحطم لك جيل بهذه الخوارزميات والانسان النقطة هذه هي قضية عزلة الانسان على الأفعال تاعه هنا نعطيك مثال بكري هنا سغار نتعارف نعارفين هناك أولاد نتعارك وياسر تعاير ولا تقلو أو تسبو بيرذيتو كيف يقولون هنا هنا يقولون في اللهجة تعالنا الراجل قالب ولا مقلوب يعني يعني معليش مهم تخسر ولكن على الأقل سحضر لا لا يجيك طفل إنسان أنا شوف في فيسبوك تجدها راجل كبير محترم يهضر في الموضوع يجيه الطفل منحرف ويلوح لكل ما يسبب ويسبب ومو يجي رايح معليقين ولا صحفيين ولا بلك بل كي هضر في موضوع عادي ديما الناس راح تلت ثقافة للكلم بأدب حتى لأنه علال احترام ثاني ويحكي لها سي مني كل استالب هو في كتابته تعسكين عندك حاجة تخسرها في هذه كلاج فأنا كي نروح نقابل واحد ونسب ه في الزقاق مستعد أنه يضربني والله فما نسبوه نظرك لأننا حتنا هذه اللاير تعال فقع الناس تتجرة وينها كي تشوف التنمر هذا التنمر تقول لو دار رياضة وطنية راح نتنمر على فلان مؤخرا عندها بضعة أيام وبدعة أسبوع صورة دارت فيسبوك مع ملك جمال جزائر صار عنا ملك جمال جزائر كاين 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 وين نتبع كاين كاين نقول أنا والله إذاك هستو منذلك ستا عام أنه يجي المعلومة يعني راح الوقت نروح نحو في الملوية يجي فكتل مو يعطلوا لها الناس تلهقك الميغافون هذاك جصارك في الصوق ويجي لك سيد يبيع لها واحد زوج بعشرة لا تسمعوه لها لن تشريع لي هذه الخرطة والخضرات فالسيد قال لك محاولة انتحار أنه تنمروا عليه ما عباليش تسيد الأمور اللي مر بها ولا بنجدهم لها شاشة نفسيا يحكي عليها هيك وهي ثانية رأى في الطرفين رأى عباك باللي نعم نعم ما عباليش لو الواحد فيها يكون ضحية هجمة إلكترونية تعملين بشرة تبسخرو به ما نظنج أنه تلحقش حتى ولو عارف ما كش فيها ما فيك شذيك الحاجة يعني وعرا وعرا ياس أن الضل راح نخرج عند وقت الهشاشة نفسية لم نراها من قبل فأنا هذا مخوفني هذا السيناريو مخوفني لأن الناس تقع المعزولين على الأفعال وكما قال طهق بلاتك أنه تحاول أنك تعزل روحك على تحاول وراء في مجتمع أنت صورتك متحطهاش باش ما يعدوش هذو تعرف فيشار وقنيش أن يرهجوك بالبيبلي سيتي ولا أمرض الناس يصوروكم بغير خاصة في ذرالي سخار الكبار أو شوية لأنه ما نحب تسهل في ذرالي سخار يصوروا أولادهم وولاد ناس وداخر يضع لك في كل بلاسة أنا كنت مانع أولادي مروع حتى في المدرسة الحمد لله عند مدارسة هنا يحفرموا يقول لك في الوеб سايت بتعنجل ماندرسة نو ما يتحبوش ما نحبش يعني سيساخل خصوصا الأطفال لأنه لازم هو ياخذ القرار أنه يكون في الساحة ما عندي حق أني ناخذ هذا القرار في مكانه وبدوه يكبر يفقه رحو الأنفاص متاع الخل شوفوا على الناس كناش كان مش كان يلبس شكام يكن أنا ضد هذا يعني نحير في الأهالي خصوصا وإذا تحكي وتقول هذه الأمور مثلا أنا مشني خايفة منها بزيف علمش لأنه لأنه دين أشمع إسلام يعني لو الأهل الأباء لو المربين لو المدرسة لو المسؤولين على تربية الأجيال تغرس فيهم سعلا وصول الدين ومبادئ الدين بتاعنا يعني ما نحكيش هل أحب القرآن وهذا يعني هذا كيف أقول لو نوصل لها يكون رائع لكن عنا الظلم لنا احترام الكبير العطف عن الصغير احترام خصوصية الآخر لا تنابز بالألقاط هذه أكون رائع في الدين متاعنا لو نحييها نتبع الدين متاعنا لأنه الدين متاعنا يعني ليس جديدا نقول هاي خبرة نكتبنا في نفس الثقافة ربي حطولي كل الأزمنة يعرف أنه سندخل للميطة وندخل لمورة الميطة فهو سلاح هو للواحد يتسلح فيه هو للواحد يحافظ به على نفسه وعلى عائلته وعلى مجتمعه لكن يجب اتباع قوانين هذه اتباع المبانئ الدين هذه عدم الضلم وعدم التجسس ولا تجسسه الذي يحكي في الناخر يقفع ويريش هذا يقرع يجعل نخطينا حرام فهذا ملازم للأسف الشباب يأخذوها ب يعني حتى نحنا ساعات الواحد يبلي نرفي على حد يبدي قسقس لكن هذه الأمور يعني الدين رادع دين الإسلام الحني نظن هو الرادع هو الذي سيكون الحني إذا فعلا نتفق فيه ويتم دعو ونرجع للمدينة هو من أصوله وجبنا فقه العمران وفقه العمارة وفقه المعاملات ممكن الحاجة التي مقصرين فيها قليلا ممكن شي ما يحبون شي يقول لنا أنت وعنا إنسان ويجتهدوا بالتحريم حتى في بعض الأمور يخي حرمنا نحن في بعض العلماء حرموا ويحرموا بعض المدارس الإسلامية وحرموا التدخيل من الراجل للمطق حرام لماذا؟ لأنه صار في اجتهاد شو المنافع وشو المضار وقياسا على فلان 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 في الحالة الفلانية بالتالي أنا طب راو حرام النفس الشيء نازم علماء الدين والمتفقهين في الدين يسلحوا هذا المجتمع فنظل أنه الرابع الوحيد هو هذا يعني راح يسكر كثير أبواب في هذا الميدان هذا لأن ترك هذا حسب ما تحكي عليه لازم يكون حرام لا لا أنا قضيت أول حريم ساعات واحدين نشوفو نشوفو بلما يكفيش لأن كما حكيت للموضوع الناس ذركاء بعدهم بكر الإنسان باش يتجرأ الحرام يحط الصمعة والوجه وكذا يعني لو يفي قولك الناس يشوفوك راح دي جايب هدلوك شفناك تدير شفناك تقول وكي تغتب واحد يعني تتقبل أو تجرأ دير حاجة كان على هذه الأمورات المليحة كما تيك توكري معك الدول منعوه الهند وكذا شافوا اليمباكت تاعة وعلى دركة الذراري لا تتكش تخضر معهم تقضيش يقعد يشوفي كثير من العشرين ثانية كان عبادة يومين هذا كبار نحكوش عزيزي أنا مشتش نعمم لأنه مشت بمشكل ذراري صغير برق بيحكم برق هما لأنهم أكثر تعرضاً له والسوشال بريشير عليهم ثاني يعني هنا الكبار لنشوف لمباكتها ساعاته الكبار أكثر كان الباترياح معاه في طابلة تعود عشاو مين نجمش يشوف فيك خمس دقائق قبل أن يرفض تليفون ويشوف ولا يبعث في واتساب ولا ترن ترن نوتيفكاسيون ذكي يخرجو الدقري تعال بريوليتي موش عارف باللي هالفرق كان فرق بالنوتيفكاسيون جيك تعال فيديو تعال يوتيوب ولا ولا لايك في فيسبوك بين واحد يقول لك يعيط لك يقول لك أرواح لي راني تكريفت لي الروضا راني في طريق حاصل مش نفس الدقري أو بريوليتي ولقلك واحد أنا في سبادار الموت ما هيش نفس ولكن لا لا نتعاملوا معك عن نوتيفكيشن بهذاك الدقري تاع الاستعجالية ومشكل كبير لأن تحسها في الكبار قبر سقار سقار عاد المشكل وعاده هو هو السوشل البير بريشور هذيك حتى في المريكان نعطيك مثال السامبل الآيفون عند جماعة يهدر من آيفون آيفون عنده ذاك الاس امس يخرج بلون وقيل لا بلا زرق ولا الخضر ولا سيتش أنا ما نقول لأندرويد فالجماعة لأندرويد يخرج بلون والأندرويد يخرج بلخضر فحاجة كما هذه بسيطة يعني في التشات جروب تشات لما تفول يخرج للمساج تاعه بلخضر يقولوا لوراك بوراك هذاك ما كش كول ما عادك آيفون فعلها معظم ذاللي صار المريكان يحبوا يجيبوا الآيفون وآبل بالعاني مش حابة ترجع البروتوكول تحت ترجع لكم من ذلك لتعريتش ميسيج كومباتيب مع الأجل هذي يشوف حتى كشركة بطريقة غير مباشرة لتعام ماركتينج لفهمهم حابين يبيعوا لهويت تفتاحهم لكن تساهم في ارتفاع تنمر ضد الذراري كان الذراري يحصلوا منبوذين ويديروا البرشور على بيوم وكذا باهروا وشيروا لهاتف شوفوا العالم وهذه الهند نرى الصين الصين بالغضر نظر على حقوق الإيسان عدها ولكن عد مثال مليح كيف استعملوا التكنولوجيا حتى تيك توك تيك توك الالغوريثم والخوارزم والذراري يشوفوا في الصين وليس كباش يشوفوا في تزاير وفي امريكان نرح افتح الباجا اللولة تيك توك في امريكان وزير قبل ما تحل وشوف الفساد اعلاني انه هذا الناس شرامي يشوفوا انه بكر الإيسان باش يروح يشوف حاجة شينا لازم يروح بلاست على الفساد مليشيات يروح كان الصوشال ستيجما جي معاها شوفوك رايح لبودن ويتصهر تبرع عيب نعم نعم عيب نعم ذرك هوالو الناس تعطي وجه تعود أدعية في الفيسبوك وكذا ولكن شرام يديرو في السر هو الصح اللي رايح يعلم الخوار رزمي بشيخرج للناس اخرين وركن انت انا يقول اني انت يتبع في المؤثر عدوا محتوى تافه لا لا هو يدير محتوى انت تجيدي تافه ولكن تجيدي 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 تساهم في تقوية هذه محتوى تعطي سيجنال هذا يشوف الناس يزيد يشوف ه فراك ماكش مسؤول فقط وشرك تدير في العالم مسؤول ثاني وشرك تدير في السر تجاه مسؤوليات تجاه هذه الخوار رزميات فكل شر انت صراحة الخمام يسر في هذا المواضيع بحكم الاختصاص تعني كان يختبع الثورة صناعية الرابعة يعني نحن 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 دون الصين مثال منعت الخوار رزمية تيك توك بايدنانس هي الشركة الملكة تيك توك فهي قبلها كان اسمها ميوزيكلي وبعد برندات فذركة وجداره للصين لاحظوا مشكلة تعالج صار يرعب بالزاف لأنهم يموتوا في سايبر كافي ستتاتين ساعة بالردبول بالردبول وجداره الصين ذركة لمنعه حد عدد ساعات لطفول يقدر عربها في الأسبوع عنده وقل في الويلكن تلعب ساعة ونصلا ساعتين وذلك تحصيل دراسي تطلع والكي بوف والأشاهد دارول هم دارس لإعادة تعليم الأطفال للرجول لأنهم القلب للرجال تتبع على الغرب وكذا مهم وضع هذا تشعبنا بعيدا على المدينة يا نحكوش دكتورة جزيل شكرا لأنه المهم هذه حلقة أولى مستمعين إن شاء الله بحول الله لشيق الحديث مع دكتورة راح إن شاء الله نتوقف في هذا المحط إن شاء الله وبحول الله في المحط القادمة إن شاء الله نكمل مع دكتورة حول الترميم حول التصنيب حول العمارة في المساجد تحكين على القرى أيضا كانت عندنا أسئلة كثيرة حول القرى في girls قرية القبائلية القرية المزابية القرية حتى في الجزار نحكو على مدن الجزار بالتفصيل وإن شاء الله هل بحول الله راح نطرقه أيضا لليابان لأنه عنده ثقافة وعنده امار في الحلقة الثانية وفي المرتبة الثانية دكتورة نشكرك على شكرا في الحلقة ثانية راح نطرقه لكل هذا المواضع نشكرك على وقتك وإن شاء الله هيا في المرة الثانية نشوفه باركة نلوفيكم مستمعينك وإلى الحلقة الثانية إن شاء الله